كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علم الخائفين منك وأخوف العالمين بك وبعد فنحن في تفسير آيات في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد أخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بعد أن سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أنزل الله تعالى عليهم في أول آيات البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قالوا يا رب اهدنا فاستجاب لهم وقال هذا كتاب هداية ثم عرض القرآن لحال الناس مع كتاب الهداية فقوم متقون يأخذون الدليل الإرشادي ويتبعون أوامره ونواهي وقوم كافرون يمزقون الدليل الإرشادي إما تمزيقا ماديا أو تمزيقا معنويا لا يلتزمون أوامره وقوم منافقون يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر ثم إن القرآن الكريم عرض لحالة قوم جاءوا قبلنا وقد أنزل الله تعالى لهم أو أرسل الله تعالى لهم دليلا إرشاديا ونبيا من الأنبياء من أولي العزم من أجل أن يتبعوا الدليل الإرشادي لكن ما رعوا أوامر الله حق رعايتها وهم بني إسرائيل فذكر الله تعالى قصة بني إسرائيل في تعاملهم مع الدليل الإرشادي من أجل أن ينبهنا نحن المسلمين ثم ذكر الله تعالى قصة رجل عبد لله تعالى أرسل الله تعالى أنزل الله تعالى عليه دليلا إرشاديا فأخذه حق أخذه واتبعه حق اتباعه وتلاه حق تلاوته والقرآن الكريم كأنه يقول لنا يا أيها المسلمون يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلزموا هذا الدرب ثم يقول القرآن الكريم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه هذا استفهام توبيخي وتقريعي لا أحد يعدل ويميل ويترك وينحرف عن دين إبراهيم عن عقيدة إبراهيم عن التزام إبراهيم عن شريعة إبراهيم إلا من جهل نفسه خسر نفسه ما هي ملة إبراهيم ما هو دين إبراهيم ما هي عقيدة إبراهيم ما هي شريعة إبراهيم ما هو التزام إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت هذا هو دينه وهذه عقيدته وهذه شريعته وهذا هو نهجه وهذه ملته وهذا هو دربه قال له ربه أسلم قال حاضر أسلمت فأنت يا أخوان مطلوب من كل واحد فينا ومن كل أخت فينا إذا قال لك ربك أسلم قل أسلمت حاضر إذا قال لك ربك أقيم الصلاة قل حاضر أسلمت يعني استجبت يعني لبيك اللهم لبيك يعني أنا يا رب سأطيعك طاعة بعض طاعة يعني أنا يا رب سأجعل حياتي كلها وقفا على أوامرك ونواهيك إذا أمرتني اتمرت وإذا نهيتني انتهيت هذا هو دين إبراهيم هذا هو ملة إبراهيم ثم إن الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم يلي ما بده هيك لا أخي أنا إذا الله عز وجل بيقول أقيم الصلاة بده يقنعني إذا اقتنعت قيم الصلاة إذا ما اقتنعت يعني معلش ما تأخذني أنا بدي أشتغل بقناعتي خير بدي أشتغل بقناعتك ليش لأنه أنا يعني عندي تفكير وعندي عقل وأنا بفهم وأنا بقدر بخطط وأنا بقدر برتب لكن الله عز وجل قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه هذا الذي سيرغب عن منهج إبراهيم ودين إبراهيم وعقيدة إبراهيم وطريقة إبراهيم إنسان جهل نفسه ذلك لأن هذه النفس البشرية هذه النفس الإنسانية ما زال أهل الأرض كلهم يحارون فيها وحده القرآن الكريم وحدها شريعة الله عز وجل وحده دين الله عز وجل هو الذي أعطى هذا الإنسان الصراط المستقيم يا أيها الإخوة أنتم تعلمون أن أكثر دول في العالم يسود فيها رفاهية الإنسان المادية هي الدول الإسكندنافية راحة رفاه مادي اعتناء بالإنسان اعتناء بالحيوان تقديم خدمات الله بها عليم لهذا الإنسان وعلى رئيس هذه الدول السويد في نفس هذه الدول ونفس هذه البلاد أكثر نسبة انتحار في العالم لماذا ينتحر الإنسان الذي يقدم له المنزل المريح والمركب السريع والمزرعة الحسنية والمال الكثير والرتب العلمي العالي لماذا ينتحر؟ من رجل نال كل شيء يريده من طعام من شراب من نساء من جاه من مكاني من علم لماذا ينتحر؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه هؤلاء قوم جهلوا أنفسهم جهلوا صنعة الله في هذا الإنسان جهلوا أن هذا الإنسان ليس مخلوقا فقط من أجل أن يأكل ويشرب ليس مخلوقا فقط من أجل أن يحصر رتبا علميا أو رتبا من الجاه العريض هذا الإنسان فيه جزء مادي له صلة بطين والتراب الذي خلق منه نعم لكن فيه جزء سماوي فيه جزء روحي له صلة بالروح التي نفخه الله تعالى فيه فهو يحتاج إلى طعام وشراب نعم لكن يحتاج إلى أن تقترب روحه من خالقه يحتاج إلى جلستين يضع فيها جبهته على الأرض لله تعالى ويقول سبحان ربي الأعلى يحتاج إلى ساعة يخلو فيها بربه يناجي ربه يحتاج إلى أن يؤمن بالله تعالى ربا يحتاج إلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله لذلك أنتم تمر عليكم كثير الآن في هذه الأزمنة والأوقات مقاطع من الواتس فيها أخبار وقصص وصور وفيديوهات لأناس يعني لم يكونوا مسلمين وأسلموا والآن ينطقون بالشهادة وتلاحظون في شيء مشترك بين كل هؤلاء أنه بس ينطق بالشهادة يبكي بس ينطق بالشهادة الحاضرون حوله يبكون بس ينطق بالشهادة أنت تبكي ما هذه الكلمة التي تبكي هؤلاء الجموع ذلك لأن روحه عادت إلى خالقها كانت ضائعة تبحث أين سأكون أنا فلما عادت إلى خالقها لما قالت أشهد أن لا إله إلا الله لما آمنت لما رجعت إلى ملة إبراهيم ما استطاع جسده أن يتمالك عينيه فبكت العيون والله عز وجل يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه الذين يريدون أن يحيدوا الدين عن الحياة هؤلاء سفهوا أنفسهم سفهوا هذا الإنسان الموجود على هذه الأرض الذين يريدون أن يقصوا الإيمان عن الحياة هؤلاء سفهوا أنفسهم الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم سيدنا إبراهيم جعل حياته كلها لله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت فورا لرب العالمين ليس فقط أسلمت شوفوا هذه ملة إبراهيم يا أخوان هذا من أجل كل واحد بيناتنا رجل أو إمرأة لكي نمشي وراء سيدنا إبراهيم ليس فقط هو قال أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه فأنت لا تصير مثل سيدنا إبراهيم حتى تصير إذا قال الله تعالى لك أمرا تستجيب فورا من جهة وحتى تصير حاملا لرسالة أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تحمل هذه الرسالة إلى أولادك ووصى بها إبراهيم بنيه لا يكفي أنت لحالك تصير من المسلمين يعني من المستجيبين يعني من المطيعين يعني من الملتزمين لأمر الله كمان بدك تساوي أن أولادك مثل منك سيدنا عمر بن الخطاب جبلنا ولد اسمه عبد الله ابن عمر بن الخطاب سيدنا أبو بكر الصديق جبلنا بنت اسمه عائشة بنت أبي بكر الصديق سيدنا علي بن أبي طالب جبلنا ولد اسمه الحسن ابن علي بن أبي طالب هلأ بدنا ياك أنت اللي اسمك محمد واسمك عبد الله واسمك خالد ابنك شو أخباره مو بس أنت بدك تسلم لازم أولادك يسلموا كمان كيف أنا أولادي بدون يسلموا كيف أنت أولادك بدون يسلموا هذا يحتاج إلى جهد كبير يحتاج من نعومة أطفال هؤلاء الأولاد أنا متابعيني عليهم من أجل أن يبقوا على استجابة لأمر الله لأن سعادة أولادك وسعادتك في أن يستجيب أولادك لأمر الله عز وجل وإذا أولادك ما استجابوا لأمر الله عز وجل والله خسرت خسارة كبيرة خسرت أولادك إذا أنت كنت مستجيبا لله نجوت بس بعيد من هون كمان إذا هو مستجيب وأولادهم مستجيبين خسرت الدنيا والآخرة فيا أخوان أفرادا كنا أو أسرا أو مجتمعات سعادتنا كل السعادة في أن نسلك الطريق الذي سلكه سيدنا إبراهيم والطريق الذي سلكه سيدنا إبراهيم أنه أسلم لرب العالمين يعني استجاب لأوامر رب العالمين كل أسرة بتستجيب لأوامر رب العالمين سترفع كل أسرة بتخالف أوامر رب العالمين جهارا نهارا ستمهل إما أن تعود ومن رحمة الله الله عز وجل يغفر لنا ما مضى وإما أن تمضي فسيأتيها العقوبة في الدنيا والآخرة وإلا يا أخوان ألا تعجبون من ابن في مدينة دمشق كمدينة من المدن وهذا مثال يضع أباه في مأوى العجزة أي ابن هذا السامحني لعلها تكون نتيجة تربية هو رباه تربية غربية تربية بعيدة عن تربية سيدنا إبراهيم تربية تبحث فقط عن المغانم الدنيوية وماذا عن أسليم أخي هلا أسليم بعدين أجلوا ليها نتيجة هذه ما في أسليم فكان أنه الابن حط ابنه حط أبوه بمأوى العجزة يقول لي أحد الأخوة يحضر معنا يعرف رجلان من أبناء هذه المدينة أغدق الله تعالى عليه بالمال وسع الله عليه بالمال عنده ولد وحيد فراح قبل أن يموت كتب ما يملكه لهذا الولد أو أكثره يعني كتبه والباقي أظن لزوجته أو عنده بنات أعطى هؤلاء البنات ما كان من هذا الولد بعد أن تزوج زوجته ضجرت من أبيه الذي صار طاعنا في السن فراح دوكر له كراج السيارات عندهم بالبناء كراج السيارات دهنوا الابن ودوكر كراج السيارات وحط أبوه بكراج السيارات هذا الأخ الذي يحضر معنا الذي ستزوجته في كراج السيارات والأبثري جدا صار يبكي قال له يا أبو فلان أنا آخر عمري هنا أريد أن يكون هذه نتيجة التربية كل أسرة يا أخوان سترغب عن ملة إبراهيم حدنا أننا لم نريد دين أنا أحب الإلتزام الديني أنا موضوع الدين أحب أن أكون محبري أحب لأولادي كما يكونوا أحرار لا أحب أن يقيدون من أشيء أنا أحب أدرس أولادي بمدارس لا دينية أحسنت لك المدارس الدينية منغلقة أما المدارس الالدينية تعطيهم أفق أو سعر خير إن شاء الله هذه المدرسة الدينية هي رغبة عن إبراهيم عن ملة إبراهيم والقرآن قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه جهل النفس البشرية جهل النفس الإنساني هذه النفس يا جماعة وأنتم تعلمون حرون شديدة الطغيان شديدة الكفر شديدة البطش شديدة الأذى أنتم الآن تشاهدون وتسمعون وترون قصصا من بطش الإنسان يعني تخافوا منها الوحوش الوحش يخاف من هذا المنظر لكن الإنسان هكذا يبطش ما في شيء يردع هذا الإنسان عن ظلمه عن بطشه عن سوئه عن فجوره عن كفرانه إلا الإيمان بالله تعالى إلا الإيمان وحده وإلا الحقيقة الإنسان بدون إيمان أكثر وحشية من الوحش الوحوش لا صنعت قنابة نووية الوحوش المفترسة لا صنعت أسلحة كيماوية الوحوش المفترسة لا لديها معامل أسلحة الوحش أكثر أكثر مهنيك المفترس إذا كنت يأتي كل شيء واحد ومثل ما شبع لا يأكل غيره يا محل الوحش لذلك واحد من الشعراء مرة أنشد يقول عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوّت إنسان فكت أطير قال اسمعت صوت بني آدم ولي خفت لكن لما الزئب عوى سلام منيح الزئب أخي أحسن من بني آدم لذلك يا أخوان هذا الإنسان هذه النفس البشرية لا يردعها إلا إيمان إلا إيمانهم بالله وإلا أطباء أو عفوا ممرضات غربيات جئنا إلى ليبيا بزمناتهم من أجل مكافحة الأيدز أمحقنوا أطفال ليبيا بالأيدز وين ملائكة الرحمة وعلى أساس ملائكة الرحمة وتواب بيضة ومناظر كثير يعني لائقة وين الرحمة وين الطفولة وين رعاية حقوق الطفل وين الإنسانية وين حقوق الإنسان لا يوجد كل هذا الكلام غير موجود إذا لا يوجد إيمان هذه خدعة عالمية اسم حقوق إنسان هذه خدعة عالمية اسمها ملائكة الرحمة إذا ما في خوف من الله عز وجل ما في إيمان يخترق القلب هذا الإنسان مرعب رجلا كان أو امرأة كبيرا كان أو صغيرا عالما كان أو جاهلا لذلك قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم من يعدل من يترك من يحيد من يخطط برنامج حياته أو حياة أسرته أو حياة مجتمعه بعيدا عن الإسلام بعيدا عن الاستجابة لأوامر الله والله سفيها نفسه وهكذا يقول القرآن جهل هذه النفس البشرية وما يعرف بأنه يذهب بنفسه ويذهب بمن حوله نحو التهلكة لذلك يا أخوان ويا أخوات كل واحد بناتنا يراجع نفسه أنا في البيت راغب عن ملة إبراهيم لما متبع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نمشي وراء بالإنبياء سيدنا إبراهيم أنا أنا أنت يا أخي اللي بدك تكتب كتابك عما قريب أنت ناوي تعمل كتابك مثل ما بده الشريعة والإسلام لما أنت راغب عن الشريعة والإسلام بكتب الكتابك بدك تكتب كتابك بطريقة لا ليس مثل ما بده الشريعة والإسلام أنت يا بنتي اللي عرسك عما قريب ناوي تساوي العرس مثل ما بده الشريعة والإسلام لما لا لك اعتراض على الشريعة والإسلام لك رأي أنت تظنين بأنه أحسن مما أمر الله عز وجل أنت يا أيها الأخ في علاقتك بالشغل في سيدات بالشغل أنت الآن علاقتك مع النساء مثل ما بده الإسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمته لما لا أنت بتشعر أنه لازم واحد يكون منفتح أكثر ومنطلق أكثر ومتحرر من هذه القيود أكثر أنت يا أيها الشاب ناوي تعيش هذه الخمسين ستين سبعين سنة كما يريد الإسلام لما لا أنت بدك تعيش كما يملي عليك هواك النتيجة سطرها القرآن الكريم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه الحقيقة أنت إذا لا سمح الله أحدنا رجلاً كان أو امرأة أنت يا بنتي عم تلبسي مثل ما أبدو الإسلام لما لأ إليك رأي أنت تجاه هذا الشيء أن الحجاب يعني الدين ليس معقول الدين يكون بحجاب الدين يا أخي الدين أخلاق الدين سلوك أما أنا ألبس حجاب لا ألبس حجاب هذا لا علاقة بالدين وربما وسوس الشيطان لأخريات فجعلت تقول لا هي بدها دين لكن الحجاب أصلاً ليس من الدين بنوه وألف وأربعمائة سنة من نساء المسلمين ومن النساء المسلمات يرتدين حجاباً كلهم خطأ وهي هلأ في إيلة رفيئة قالت لا بتعرفي الحجاب ليس من الشريعة الإسلامية لذلك أنا خطبت خطبة قبل شهرين أكثر وأقل عنوانها أدلة وجوب الحجاب نعم هذا الغطاء للرئيس وهذا الستر للبدان هذا أدلته موجودة في القرآن وفي السنة نصيحة يا أختي لا ترغبي عن ملة إبراهيم نصيحة لأن القرآن يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه يا أيها التاجر إن تبيعوا وتشتري نصيحة لوجه الله لا ترغب عن أوامر الله في بيعك وشراءك الله وكيلك ستخسر الله وكيلك ستخسر وإن كنت تظن بأنه لكن هناك أشخاص أنا أرى أخي كله ودين مطلئينه لكن يربحوا خير الله الله وكيلك ما يربحوا ما عم يربحوا والربح ليس مجرد أن تكسب مالا الربح أن تسعد بهذا المال فإذا كان المال هو سبب الشقاء إذا كان المال هو سبب النكسة إذا كان المال هو سبب الهم والغم إذا كان المال هو سبب فساد الأولاد إذا كان المال هو سبب أن يعود عليك الأمر بالوبال أي ربح هذا نصيحة نصيحة لذلك نحن الآن بدأنا سلسلة خطى بيوم الجمعة اسمها مهنة فقهها وآدابها نحن معنيون يا أخوان وآخوات جميعا هذا العمل كلنا بدنا نشتغل به ليس فقط نحن وننقلوا لمن وراءنا نحن معنيون أن نحكم الشريعة في علاقاتنا الأسرية لكي نكون من الذين قال لهم ربهم أسلم نقول له أسلمتوا حاضر يا رب نحن معنيون بأن نحكم الشريعة الإسلامية في أسواقنا التجارية ما في قوة بالدنيا بتدخل الدين إلى محلك إذا أنت ما بدك تدخل الدين مرة ثانية ما في قوة بالدنيا تدخل الدين إلى محلك إذا أنت ما بدك تدخل الدين ما في قوة بالدنيا تدخل الدين إلى معملك إذا أنت ما بدك تدخل الدين بالمقابل إذا أنت بدك تدخل الدين لا يوجد أحد يمنعك لما أنت تحكم شرع الله في بيعك أو شرائك في أغذك أو عطائك في تفصيلتك وفي مواعيدك وفي أعمالك وفي التزاماتك ما أحد يمنعك نحن الآن معنيون إن شاء الله سنتكلم طويلا عن فقه المهن مهنة مهنة حنفصلها أن ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بمهنة المحاسب وبمهنة الطبيب وبمهنة المهندس وبمهنة الحلاء وبمهنة صيانة الجوال وبمهنة الطباخ وبمهنة من أجل كل واحد يعرف ما هي ملة إبراهيم ما هو الإسلام أنا كيف أريد أن أصبح مسلم في قلب المحل كيف أريد أن أصبح مسلم في قلب المحل يعني إذا أريد أن أصبح طائية أصبح مسلم أبداً أبداً إذا أصبح صلي بالمحل أصبح مسلم أبداً الصلاة جزء لكن هناك جزء ثاني بالبيع والشراء والأخذ والعطاء والمواعيد والاتفاقات والعقود التي بين الناس أنا معنيون بأن أحكم الشرع في عيادتي وأنت معني أن تحكم الشرع في دكانك وهذا معني بأن يحكم الشرع بمعمله والثالث في مكتبه الخامس حتى إذا رآنا الله عز وجل كلنا راغبون إلى شرعه ليس عن شرعه في واحد يرغب إلى شرع الله واحد يرغب عن شرع الله أنه أخي أنا ما تفتح لي سيرة إلا الموضوع دين وما دين بالشغل ما بدنا نماشي أمورنا وعن نتصدق لنا بعض الصدقات مرت معنا الحديث لا يقبل الله صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول إذا المال حرام ممأبول ممأبول أد ما بدأك تصدق غير مقبول هذه الصدقات إلى أن يكون إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا بده يكون هذا مال حلا مال حرام أكيد أنا بدي أتخلى عنه هذا بأي طريقة من الطرق بدي أتخلى عنه أما لا أحد يعني يكذب على نفسه بيقول ما علي شيء أنا لو في مال حرام بتصدق لي شوي بروحات بهذا لا ما بروح كله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وفمن يعمل مثقال ذرة شرا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه يعني جهل نفسه الله قال وَلَقَدْ اصطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اصطَفَاه يا جماعة إذا أجت شركة شيل واصطفت من الجمهورية العربية السورية كلها يعني مهندس واحد أو محاسب واحد يعني الناس تنظر إليه أنه والله هذه الشركة يعني عالمية واجت اصطفت هذا الرجل من بين كل المهندسين معنات هذا أكيد الرجل رتبته عالي وإذا أجت شركة مارسيدس واصطفت من كل مهندسين ميكانيك في سوريا مهندس واحد معناتها كلنا ننظر معناتها والله الرجل أكيد خبرته عالي يعني هذه شركة عالمية يا أخي وما بتختار أي واحد وإذا الله عز وجل اصطفى عبد يعني شو رأيكم بهالعبد وإذا واحد قال والله أنا يعني إلي موقف منه لهالعبد يا حصرتي الله عز وجل قال وَلَقَدْ اصطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اخترناه على كل العباد في الدنيا الله أكبر وإنه في الآخرة لمن الصالحين يعني لمن الناجحين لمن الفائزين لمن الناجين يعني بالدنيا ناجح والآخر ناجح لذلك من يرغب عن ملته عن طريقه هذا خسر نفسه هذا الرجل سفه نفسه ليش الله اصطفى في الدنيا وفي الآخرة قال لأنه هو بذل إذ قال له ربه أسلم قال حاضر يا رب أسلمت لرب العالمين يا أخوان هل نعتقد على وجه الأرض أن هناك تعاليم أحسن من تعاليم رب العالمين هل نعتقد أن هناك فلسفة وضعية ممكن تأجي إلى هذه الأرض تسعدنا تسعد بلدنا تسعد أسرنا أحسن من أوامر رب العالمين هل نعتقد أن أحدا يريد بنا خيرا ويحبنا أكثر من رب العالمين لذلك يا حصرتي إذا كان الشخص لا يرضى أسلم ويا حصرتي إذا كانت الأخت لا يرضى أسلم ويا حصرتها على الأسرة التي لا بدأت أسلم والله يزعل عليهم ويا حصرتها على المجتمع التي لا يريد أن أسلم نحن لا نريد دين تسمعون يا أخوان أحيانا هناك أصوات تطلع من هنا وهناك نحن لا نريد دين نحن نريد بلد بدون دين ما يعني بلد بدون دين ما يعني بلد بدون دين في زمناته في دول شرقية بعيدة عننا قالت الدين أفيون الشعوب لا نريد دين مليح والدين كله كذب خير إن شاء الله توكلوا على الله ما تكون بلدين مسحه كل الدين فمسحته ما صار ذهبت كل الفلسفة الدين أفيون الشعوب وصفيت هذه الدول أطلال دول طيب هناك بلاد بالغرب بعيدة قالت أخي لا أريد دين لكن لا أريد الدين يدخل بالحياة طبعا هناك في الغرب هناك تزوير كان قالوا لا أريد أن يصير بالحياة ما حدث بدون حياة حدث ثلث المواليد في أمريكا غير شرعية لا أريد دين بالحياة هذا يعني أريدك ربع المواليد في أوروبا غير شرعية مليون حالة إجهاد سنويا لفتيات دون 18 سنة هذا بلدين لا أريد دين هناك أشخاص يجبون دين دين يعيدنا كثيرا على عين ما ستكون لا أريد دين طيب لا أريد دين ما ستكون هكذا تحول الناس هكذا النساء هكذا الرجال هكذا الأطفال تضرب إمرأة كل 12 ثانية في أمريكا إلى حد التحطيم كل 12 ثانية نحن صلنا إلى الدرس نص ساعة مدركة موحدة ضربت لحد التحطيم لا تكون دين هكذا يعني إذا لا تكون دين لأن الإنسان يصبح القوي هو الذي يتسلط على الضعيف نحن يا أخوان عندنا في الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغوني الضعفاء هل تتقربوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل تتقربوا إلى حضرة الله ومنين رحوا عنده الضعفاء خدموا لذلك أنتم ترون لا يوجد درس لا يوجد مجلس إلا يدار فيها حديث عن إنسان مسكين إنسان جريح إنسان مريض إنسان بحاجة لعملية إنسان ما عنده بيت إنسان بحاجة لمساعدة في العلم فنحن نتقرب إلى الله بخدمة الضعيف في زمن هتلر طرح قضية وهي موجودة داروين يقول الصفاء الطبيعي يقول البقاء للأقوى أخي هؤلاء الضعفاء كلهم وقتلون وهتلر راح جاء كل شيء مرضى ومزمنين زمن يعني مرض مزمن وكل شيء مقعد وكل شيء مشلول وكل شيء معه اعتلال دماغي حط وأوص كل عيات قال أخي هؤلاء ما يفعلون بهذه البلد ما يفعلون بهذه المجتمع يفعلون مصاري ويعزبون أهليهم ويعزبون عيلتهم ويعزبون المجتمع وليسي فائدة منه لا يفعلون مرض الضماغ أوص وارتح فقتلهم بلدين يعني بلدين يصبح القوي هو الذي يبطش بالضعيف والقوي لن يبقى قوي دائما هو قوي إلا يصبح عمره 60-70 سنين 80-90 سنين يصبح هو الضعيف يصبح يصحق ويضرب ويقتل وهكذا تعمل الفوضى لذلك الله عز وجل قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم في اتباع الدين في الاتزام بالدين في الإسلام في أن أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه كما كل واحد بناتنا يدير باله وعلى أولاده يدير بالك على جيرانك يدير بالك على أحفادك أنت مسؤول أنت جد الآن لا لديك شيء الحمد لله صار عمرك 70 سنة لا لديك عمل أنت مسؤول تدور على بيت أحفادك كل ياتهم ترى هذا راكز التزام وهذا مؤثر هيا مؤثر يعني كلنا نتحرك في أن يأخذ بعضنا بعضا إلى الإسلام إلى الاستجابة لأوامر الله مع صعوبة الأمر ومع أنه وأولى شيء ذريتي أولى شيء أرحامي نأخذ بأيديهم إلى الإسلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعني يعقوب وصى كمان بنيه أولاد سيدنا يعقوب يعقوب هو إسرائيل أولاد سيدنا يعقوب إن الإخوات سيدنا يوسف يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني مستجيبون لدين الله تعالى يا أخوان أنا من قريب سأويت خطبة إن الله أصطفى لكم الدين هذا الدين من الذي اختاره لنا الله طيب إذا إجاء سين من الناس أو عين أو أشخاص قال لك والله أنا أصطفي لك أن تكون بلا دين يعني أنا برد عليه لما برد على الله عز وجل إذا إجاء مجموعة أشخاص ليقولوا نحن نرى إنه بلد دين أحسن الله يقول بالدين هو بأولاد مبنى دين سيدنا يعقوب و سيدنا إبراهيم وصوا أولادهم يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين اختار لكم الدين قرر لكم الدين فالزموا هذا الدين وعيشوا على هذا الدين وموتوا على هذا الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني مستجيبون لأمر الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت سيدنا يعقوب أشوف هالمشهد التمثيلي الله عز وجل يرسمه لنا ويرين إياه في هذه الآية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت سيدنا يعقوب عم يحتضر و سكرات الموت الآن جاءت وحضر الموت بالله عليك أنا أريد منك تتخيل نفسك كل وعدك يتخيل بالله تخيل لي نفسك أنت في سكرات الموت وولادك إذا عشر ولاد هكذا جنبك شباب كلهم وزوجتك هون جنبك و سكرات الموت صعبة الحقيقة والطبيب فحص قال لهم والله دعو له و أنت سمعت الطبيب قال لهم دعو له وزوجتك بكيت وولادك وقفين هكذا أنت هل حضرت يعقوب لما كان حضره الموت وأولاده جنبه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي آكل هم أن أولاده سيصير على ملة إبراهيم أولاده بدون يصير مسلمين لما أولاده بدون يصير ما بدون دين بدون يصير لا دينيين بسكرات الموت آخر لقطة آخر كلمتين ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أنا الآن أتخيل طيب ما حدث ما حدث سيدنا يعقوب قالوا يا أولاد ما تكون تعبدون بعد أم قالوا له هك بعدين ما حدث أنا متخيل سيدنا يعقوب يا لطيف ضحك واسعة قال الحمد لله وخلاص مات أمن بأن هذا الدين سيرقى في ذريته إذا بقي الدين في ذريتك معنات بقية السعادة لأهل بيتك ولذريتك ولأهل هذا الأرض ولأهل هذه الأرض لكن إذا الحقيقة ما في دين شيء مخيف جدا الله عز وجل يختم الآيات يقول تلك أمة قد خلت يعقوب وأولاد يعقوب وإبراهيم عليه السلام وكل من مضى ممن سبقنا تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت ترى يا عبادي كل شيء عملوا وحصلوا من الخيرات والالتزام والإسلام أنا مسجلوا يحاسبوا عليه ولكم ما كسبتم يعني أنا أحكي لكم هذه الأصص ليس لأنه بالله ساوا سيدنا يعقوب يا لطيف والله مؤثر هذا الموقف يعني الله يرحمه حبيبي لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فرجوني أنتم ماذا تكون تكسبوا فرجيني أنت ماذا تقول لأولادك فرجيني أنت بدأت تصير مثل سيدنا إبراهيم تبع أسلمته لرب العالمين لما لا فرجينه بمحلك أنت من جماعة أسلمته ببيتك أنت من جماعة أسلمته مع أولادك من جماعة أسلمته بالأصر العدلي من جماعة أسلمته مع جيرانك من جماعة أسلمته ولكم ما كسبتم ترى أنتم كمان ما تعملوا مسجل عليكم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله لا سيسألنا يحاسبنا عن سيدنا يعقوب يحاسبنا عن أولاد يعقوب يحاسبنا عن بني إسرائيل سيحاسبك على ما فعلت نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على ملة سيدنا إبراهيم وأن يجعلنا على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا مسلمين حقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فالسيرون قالوا شو بعرف الملائكة بأن بني آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء كيف قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهم ما رأوا بني آدم أصلا قال المفسرون لأنهم سلكوا فيهم سيرة من كان قبلهم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة يعني سوداء فإذا تاب فإذا استغفر وتاب وأقلع محيت وإن عاد إذا واحد ما تاب ولا استغفر إن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه بعدين نقطة سوداء نقطة سوداء نقطة سوداء بسير القلب كلها تنفحم قلب كله أسود قال حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أعمالهم المدنس النجس السيئ الشريرة هي التي جعلت غلافا على القلب قال الله تعالى أم على قلوب أقفالها صار القلب مقفل ذكر الهيثم ابن جميل قال شهدت مالك ابن أنس هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي صاحب الموطأ قال سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في ثنتين وثلاثين منها لا أدري 48 مسألة 32 مسألة يسأل السائل يقول لا أدري لا أدري لا أدري ما عب حتى في رواية لهذه القصة بأن السائلين جاءوه من الكوفة قالوا يا إمام جئناك من الكوفة إلى المدينة المنورة شو تقول قال لا أدري قالوا ماذا نقول لأهلنا وطلابنا وعلمائنا إذا رجعنا إلى الكوفة قال قولوا لهم قال ما ليك لا أدري كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله كتاب الله كتاب الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة